مجموعة السلة في المعامات المالية جاءت من أحد أسلزة جامعة الأزهر نعم يقول نظر لحالة التضخم المتصاعد عندنا وتغيير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار كل يوم تقريبا بعض الناس يقون بشراء بعض السلع وتخزينها لمدة شهر أو شهرين فيتضاعف سعرها فيكسبون من إعادة بيعها مع العلم هم ليسوا في الأصل تجارا لا يحتاجون إلى هذه السلع أصلا يفعلون هذا من باب المحافظة على قيمة أموالهم فقط التي تتناقص يوميا بالنسبة قد تصل إلى عشر في المية دون مبالغة يوميا فما حكم الشرع في من يفعلون ذلك وما حكم البيع لهم أصلا ما علم البائع بما يفعلون وأن هذا قد يكون من الأسباب المؤدية لرفع أسعار السلع وتفاقم الأزمة سؤال حرج الجواب عن هذا لعله يتناذع هذه المسألة أصلا أصل أول مشروعية البيع من ناحية وأحل الله البيع وحرم الربع وحرمت الاحتكار الذي يضر بالناس من ناحية الأخرى لكن ما هو الاحتكار المحرم؟ هو شراء السلع الأساسية في زمن ضيق ليضيق به على الناس شراء الأشياء الأساسية المتعلقة بالأقوات أو السلع الضرورية في وقت أزمة ليضيق به على الناس أما في الأوقات العادية أن تشتري السلع في زمن الرخص وتنتظر حوالة الأسواق لتبيعها في زمن الغلاء هذه تجارة عادية يفعلها الناس جميعا لا حرج فيها فإذا لم تكن هذه السلع من الأقوات أو السلع الضرورية التي تتعلق بضرورات السواد الأعظم للناس وكان مقصود حماية ماله من غول التضخم رجع الأمر إلى أصل مشروعية البيع والشراء مع بقاء شوب من الكراهة والكراخة تزيلها الحاجة وإن بقيت بنفسه ريبة بعد ذلك يقال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس والله أحب